السلام عليكم ورحمة الله الصباح الخير على حبايب الحلوين يا رب كونوا بخير النهاردة ان شاء الله هنعمل الغرزة دي هي غرزة زيكزاك بس بشكل مختلف تجبش شوية الغرزة الريشة بس هي غرزة زيكزاك ده حرف الكوفية اه سهلة وبسيطة تقدر تعمل منها كفية او شال او بلوزة او طوب او جاكت او اي حاجة انت حباها قبل ما نبدأ الشغل زي كل مرة هنقول لكم كفية كم خد قد ايه وكم سلسلة وكل تفاصيل بتاعتها ده شكل البكرة ده شكل التدريج باللوم بتاع البكرة علشان في بنات بتسألني احنا نجيب خيط شكله ايه علشان يدينا نفس النتيجة اه تدريج ده تدريج ام مش كتير قوي بس مش قليل يعني مش هاين برضو يعني ايه ينفع يطلع لك شكل اه اه جميل تمام ده شكل الخيط ده خيط باريس وهو فتلة ليزا اه بيركا ممكن تشغلي بخيط اه واحد اه وتغيري الالويل نبتدي اه قبل ما ابتدي بصوا انا علالكم هنا دي كفية في كت عاملة المقاس الاكبر وعملت بخيط تاني علشان برضو تشوفوا الفرق اه في قلب الفيديو يعني بصوا هنا دي بنفس عدد السلاسل اللي هنا هي اللي هنا الفرق ان انا عملت اه ونفس الخطوات عملت هنا اه الخيط ده ارفع من ده والابرة على نص درجة بس يعني شوف ايه نص نص درجة عملت فرق اقد ايه تخيلي بلو بتعملي حاجة اكبر فالابرة نص درجة اه فرقت وهنا اه ده مقاس اكبر من المقاس اللي انا عملاي يعني انا شغلت المقاس ده الاول وبعد كده اه اه حبيت ان انا لا عايزة مقاس الغرف فروحت عاملة مقاس اصغر اقول لكم كل حاجة من دي اه قد ايه مقاسة. اول حاجة الغرزة مبارعا مضاعفات اربعتاشر زائد اربعة بمعنى بكتب اربعة باع بشتغل اربعتاشر زائد اربعتاشر زائد اربعتاشر زائد اربعتاشر وهكذا في الاخر بضيف عليهم اربعة سلسلة. خلاص لغاية ما مقاسك با آآ ينفع. المقاس اللي هو العريض ده هيصول لكم قد ايه? اعمل تسعة وعشرين سنتي في الخد ده. ولما قللت نص درجة عشان بس ايه برضو بقعارفين كل حاجة. عمل خمسة وعشرين سنتي. فرق اربعة سنتي. تمام? يبقى المقاس ده تسعة وعشرين سنتي وده آآ خمسة وعشرين سنتي بنفس عدد السلاسل بنفس الخطوات بس فرق نص درجة في الابرة. خلاص اللي هي الشال لو انت عايز عملي شال عريض زي كده مسلا. شال عريض هيبقى آآ ده عمناه ستة واربعين سلسلة. عرضو تسعة وعشرين سنتي. كمام? جينا آآ في المقاس اللي هو الاصغر. اللي هو ده بقى انا عامل المقاس اصلا اصغر. سبعتاشر سنتي. كفية. دي كفية عالفكرة كفية مش شيل. كفية كم انا سبعتاشر سنتي. سبعتاشر سنتي. بدأنا بتنين وتلاتين سلسلة. عايزة الشال. الشال بيبقى خمسين في آآ مترين او مية وتمانين سنتي. انا في هياخد آآ حوالي آآ من اربعة الى اربعة ونص شلة ميت جرام. الكفية هتاخد شلة ونص. وطول الكفية برضو بيبقى من مية وخمسين مية وتمانين مترين. على حسب الطول اللي انتي آآ عايزين. الشال كام سلسلة? عشان بس ما تلخفنوش مني اللي هو هي خمسين سنتي. عشان نعمل الشال هتديكي واحد وخمسين سنتي. هنعمل تمانية وتمانين سلسلة. كده عرفتوا اهي. اهي دي السلسلة بتاعت الشال. ودي السلسلة بتاعت الكفية. وادي السلسلة بتاعت الكفية العريضة. تمام? يا رب ان شاء الله كنت سهلا عليكم. انا عمل لكم فيديو مستقل. اهي للكم فيه آآ كل تدريجات الالوان بتاعت الخيوط. كل بكرت خيط هتديكي شكل تدريج ايه? عشان في بنات بتسأل السؤال. ده. وآآ عن فكرة احترت كسير. اخي سور لكم على خلفية ايه? آآ حاصلت ان دي مناسبة. مش عارف اولي رأيكم ايه? ويمتدي بسم الله. اللي اشتغل في المشروع ده بخيط بريس. وده نفس فتلة آآ آآ ليزا بيركم. اهو. آآ استخدم معي ابرى خمسة ونص او ستة على حسب آآ منشي آآ حبة. تمام? هنستخدم في الغرزة دي. مضاعفات رقم اربعة اشر زائد اربعة. مضاعفات اربعة اشر زائد اربعة. يعني هعمل كده. واسحب الخيط. وهعمل واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة. حداشر اتناشر تلاتاشر اربعتاشر. وقرر تاني اربعتاشر وقرر تاني اربعتاشر لغاية ما وصل للعرض اللي انا عايزين. هنا هعمل ستة واربعين سلسلة. مواصفات الخيط آآ تلتميت متر الميد جرام آآ تمام? فلو انت بستخدمي خيط آآ اسمك من كده استخدمي ابرى اكبر من كده. تمام? انا عملت ستة واربعين سلسلة. طولهم بقى حوالي تسعة وعشرين سانتش. هشيل بقى الابرة خمسة ونص وهستخدم ابرة رقم خمسة. لو انت بشغل خيط اسمك من كده هكبري الابرة. نفس الخيط تمام. اقل من كده يبقى صغري من كده. هاخد لفة واعد من بعد الابرة سلسلة اتنين تلاتة وفرقم اربعة هدخل واعمل عمود. هاخد لفة واعمل عمود في كل سلسلة من الخمس سلاسل اللي جايين. هاجي واحد اتنين تلاتة اربعة خمس. كده انا ست تلات سلاسل وعملت في سلسلة رقم اربعة آآ آآ عمود وبعدين عملت خمس اعميدة في الخمس سلاسل اللي جايين. هعمل اخد لفة وفي السلسلة اللي بعديها على طول هدخل هاخد لفة لفة واخرج من حلقتين واسيب التالتة على الابرة. هاخد لفة وهاسيب السلسلة اللي جنبيها وفي السلسلة اللي بعدها. وانا كتسب السلسلة في النص. هدخل واخد لفة لفة واخرج من حلقتين. معي تلات حلقات على الابرة هاخد لفة واخرج منهم كلهم سوا. كده انا جمعت عمودين مع بعض بس سايب سلسلة في النص. اعمل عمود في كل سلسلة من السلسلة الخمس سلاسل الجايين. اجي. واحد في السلسلة اللي جنبيها اتنين في السلسلة اللي جنبيها تلاتة في السلسلة اللي جنبيها اربعة في السلسلة اللي جنبيها خمسة. هاخد لفة في السلسلة الجنبية هعمل عمود سلسلة وعمود في نفس المكان هعمل خمس أعمدة في الخمس سلاسل الجايين أجي واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة وبعدين هعمل زي ما عملت هنا هون هياخد لفة وعمل في العمود ده عمود وقف القفلة واحدة هاخد لفة هسيب سلسلة وفي السلسلة الجنبية هعمل عمود في القفلة واحدة معين تلات حلقات على عبرة اخد لفة واطلع منهم كلهم هعمل خمس أعمدة في الخمس سلاسل الجايين أجي واحد اتنين اتنين تلاتة أربعة خمسة في السلسلة الجنبية هدخل وعمل عمود سلسلة سلسلة عمود في نفس الغرصة هعمل هعمل خمس سلاسل في الخمس آآ خمس أعمدة سوري في الخمس سلاسل الجايين هذه واحد اتنين اتنين تلاتة اربعة خمسة وهياخد لفة واعمل عمود اقفل وقفل وقفل واحدة واخد لفة هسيب سلسلة وفي السلسلة الجنبية هعمل عمود اقفل وقفل وقفل واحدة تلات حلقات على عبرة هاخد لفة واطلع منهم كلهم وهكمل بنفس الطريقة لغاية آخر السطر انا عملت لكم بعدما صورت بفاتح عملت غط غامق سوري بعدما صورت بغط غامق صورت بغط فاتح تاني عشان تبين هعد من بعد الابرة سلسلة اتنين تلاتة وفي رقم اربعة هدخل واخد لفة لفة واخرج من حلقتين لفة واخرج من حلقتين انا كده عملت عمود في الخمسة سلسلة اللي جايين هعمل في كل سلسلة عمود ادي عمود اتنين تلاتة اربعة خمسة كده عملت تلاتة سلسلة سبت تلاتة سلسلة وفي الرابعة عملت عمود وعملت واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة يبقى كده سبع عمودة هياخد لفة وفي السلسلة اللي بعديها هدخل واخد لفة لفة واخرج من حلقتين واسيب التلاتة عالقب هاخد لفة هسيب سلسلة وفي السلسلة اللي بعديها هدخل واخد لفة لفة اللي جايين. اج واحد اتمين تلاتة اربعة خمسة. واخد لفة وفي السلسلة اللي بعدها رقم ستة هادخل واخد لفة لفة. اعمل عمود سلسلة وعمود في نفس المكان اللي عملت فيه اخر عمود. وده شكلها دلوقتي. ده ليه اوضح صح? هياخد لفة هعمل عمود في كل سلسلة من السلاسة لخمسة اللي اجي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة وفي السلسلة لقم ستة هادخل واخد لفة لفة واخرج من حلقتين واسيب تلتة على الابرة. هاخد لفة واسيب سلسلة في السلسلة اللي بعديها هادخل واخد لفة لفة واخرج من حلقتين مع تلتة حلقت على الابرة. اخد لفة واطلع من التلاتة انا كنت عملت تناقص بينهم سلسلة. هعمل عمود في كل عمود ايه في كل سلسلة من السلاسة الخمسة اللي جايين. ادي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. في السلسلة رقم ستة هادخل واعمل عمود سلسلة عمود في نفس المكان اللي عمد في العمود. هعمل خمس اعمدة في الخمسة اللي جايين. ادي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. هعمل تناقص. هادخل هنا واخد ادخل في سلسلة دي واعمل عمود افل وافلة واحدة. واسيب حلقة. هاخد لفة واسيب سلسلة. وفي السلسلة اللي بعديها هاخد لفة. لفة اخرج من حلقتين معي تلات حلقات على ابرة اخد لفة واطلع منهم كلهم. هعمل خمس اعمدة فوق الخمس سلاسل اللي فاضلين. ادي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. اخر عمود هعمل اتنين. اه اخر سلسلة هعمل اتنين. عمود. دخولي ايوتا السلسلة. ادي واحد. مين. اخيرا. وادي شكل السطر الاولين. مش باين قوي السبعة والثمانية هتبان بعد كده. سطر رقم اه سطر رقم اتنين. هعمل تلات سلاسل. كاول عمود. بدل اول عمود واحد اتنين تلاتة. هاخد لفة وهلف الشغل. كل ده والله يصور طولي انتو تاني. هاخد لفة وهدخل فوق. اول عمود هدخل فوق تحت الحلقتين اللي هما دول. باينين? اهي. حلقتين دول كده. بتوع العمود راس العمود من فوق. هدخل هنا اهو. يا رب يكون باينة. اهي. واخد لفة وهعمل عمود. هعمل عمود فوق الخمسة عمودة اللي جايين. ادي. واحد. اتنين. تلاتة. اربعة. خمسة. هياخد لفة. عندي هنا بقى بصي. هنا ده عمود. دي التمانية اللي هو التناقص. وده عمود. هعمل فوق العمود اللي قبل التناقص على طول. هدخل واخد لفة. لفة واخرج من حلقتين. واسيب التلتة على الابرة. هاخد لفة. هسيب التمانية للتناقص دول. وفوق العمود اللي بعدها على طول. هدخل واعمل عمودة. اقفل وقفلة واحدة. معي تلت حلقات على الابرة. هاخد لفة واطلع من التلتة حلقات. هاخد لفة. هعمل عمود فوق الخمس. اعمل ده اللي جايين. اجي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة في الفراغ ده هده هعمل في عمود سلسلة عمود في نفس الفراغ بدأت بين سبعة والثمانية هعمل خمس عمودة فوق العمودة اللي جاية واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة هنا عندي عمود التمانية بتاع التناقص وعمود هعمل فوق العمود العلي التناقص عمود وقفل وقفلة واحدة هاخد لفة هسيب التمانية دي وفوق العمود اللي بعد دي على طول هعمل عمود وقفل وقفلة واحدة تلات حرقات هاخد لفة واطلع منهم كلهم هعمل خمس عميدة فوق الخمس عميدة اللي جايين ادي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة عندي فراغ في الفراغ ده هعمل عمود سلسلة عمود في نفس الفراغ هعمل خمس عمودة فوق العمودة اللي جاية ادي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة عندي عمود وتناقص وعمود هدخل فوق العمود ده هقفل افلة واحدة هاخد لفة سيب التمانية دي وفوق العمود اللي بعده هعمل عمودة في الافلة واحدة ثلاث حالات العبرة هاخد لفة وطلع منهم كلهم سوا هعمل خمس عمودة فوق الخمس عمودة اللي جايين ادي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة فوق اخر عمود اللي هو كان السلاسل في البداية هعمل اتنين عمود ادي واحد اتنين كبك كده بص لبقى بدأ اتبان نايم قد رقم تلاتة ادي الخيط الغامل اللي انا كنتشغل بيه وعمل لكم هنا بخيط فاتح عشان نشوفه هعمل اربعة سلسلة واحد اتنين تلاتة اربعة تلاتة بدل عمود وسلسلة بدل فراغ هاخد لفة وهلف الشغل هنا في اول عمود خالص هنا في نفس المكان اللي انا قفلت منه هاخد لفة وهعمل غرزة كلاستر يعني هعمل عمود اقفل وقفلة واحدة هسيب سلسلة تانية على الابرة هاخد لفة وهدخل في نفس المكان لفة واطلع لفة واخرج من حلقتين واسيب التالتة على الابرة معايا تلات حلقات على الابرة هاخد لفة واطلع منهم كلهم سوى هعمل اتنين سلسلة هاخد لفة هسيب عمود اتنين وفي رقم تلاتة هدخل وعمل كلاستر هعمل هاخد لفة لفة واخرج من حلقتين واسيب التالتة على الابرة لفة وهدخل في نفس الغرزة لفة وهطلع لفة وهخرج من حلقتين معايا تلات حلقات على الابرة هاخد لفة واخرج منهم كلهم سوى هعمل اتنين سلسلة واحد اتنين هاخد لفة هسيب عمود اتنين هنا هيبقى عندي عمود والرقم تماني اللي هو التناقص ورقم وعمود تاني هعمل كلاستر وهشبكها في كلاستر النحية التانية برضو التناقص بمعنى هياخد لفة هسيب اتنين عمود وفي العمود رقم تلاتة هدخل هياخد لفة لفة وخرج من حلقتين واسيب التالتة على الابر هياخد لفة وادخل في نفس المكان لفة واطلع لفة وخرج من حلقتين واسيب التالتة على الابر مش هقفلهم هياخد لفة هفوض التناقص ده وفوق العمود اللي بعديها هعمل كلاستر تاني هياخد لفة لفة وخرج من حلقتين واسيب التالتة على الابر هياخد لفة وادخل فوق نفس العمود لفة واخرج لفة وخرج من حلقتين معايا خمس حلقات على الابر هياخد لفة واطلع من الخمس حلقات كلهم سوا هعمل اتنين سلسلة هياخد لفة هسيب عمود اتنين وفي رقم تلاتة هعمل كلاستر عمود وقف القفلة واحدة واخد لفة وفي نفس المكان عمود وقف القفلة واحدة تلات حلقات القبرة اخد لفة واطلع من التلات حلقات سوا اتنين سلسلة هاخد لفة هسيب بإثنين عمود هيبقى عندي الفراغ فالفراغ ده هعمل كلاستر عمود أقفل قفل واحدة عمود وقفل وقفل واحدة في نفس الفراغ لفة أطلع من ثلاثة حلقات هعمل أربعة سلسلة واحد اثنين تلاثة أربعة سلسلة هاخد لفة وهادخل في نفس الفراغ وهعمل واحدة كلاستر تاني واحد اثنين واخد لفة وطلب من 3 حلقات هعمل 2 سلسلة هسيب عمودين في العمود رقم 3 هعمل كلاستر 2 سلسلة هسيب 2 عمود وهاجي في العمود رقم 3 هاخد لفة لفة واخرج من حلقتين واسيب التالتة على الابر هاخد لفة وادخل في نفس المكان لفة واطلع لفة واطلع من حلقتين واسيب التالتة على الابر هنا عشان عندي قابلني بعدها التناقص انا مش هقفل هاخد لفة وهسيب التناقص ده وهو العمود اللي بعديها هدخل واخد لفة لفة واخرج من حلقتين واسيب التالتة على الابر لفة وادخل في نفس العمود لفة وهطلع لفة واخرج من حلقتين معي 5 حلقات على الابر هاخد لفة واخرج من 5 حلقات كلهم سوا هعمل 2 سلسلة هسيب عمودين والتالت هعمل كلاستر واحد اثنين واقفل كده هعمل اثنين سلسلة هسيب اثنين عمود هايق بين الفراغ جوه الفراغ هعمل كلاستر اربعة سلسلة واحد اثنين تلاتة اربعة كلاستر في نفس الفراغ هفضل اكمل بنفس الطريقة اثنين سلسلة وبعدين هسيب اثنين عمود وعمل كلاستر لغاية ما وصل لاخر السطر سواء انت عاملة بقى شال او عاملة كفية في اخر السطر انا عملت عمود كلاستر هام اثنين سلسلة عندي هنا اثنين عمود وفي الاول هنا انا كنت عاملة سلاسة هدخل في سلسلة رقم تلاتة من فوق كده اول واحدة من فوق هعمل كلاستر سلسلة وعمود في نفس المكان وكده العمود سطر رقم تلاتة بصي ده بخيط رفاية وابرة رقم اربعة وده بخيط اللي هو الاسمك اللي احنا شغالين فيه بابرة رقم خمسة اهو بصي هيفرق ازاي بصي فرق ازاي في الطول المسافة دي كل ما بتصغري الابرة نفس الخطوات ونفس العدد السلاسل بس كل ما بتصغري في الابرة والخيط بيطلع المقاس اصغر كل ما بتكبري في الخيط والخيط والابرة بيطلع المقاس اكبر بنفس عدد السلاسل ونفس الخطوات رقم اربعة هنعمل سلسلة هنلف الشغ هنعمل فوق العمود اللي احنا بدنا فيه ده ناخد لفه ونعمل غرزة حشو عندي هنا فيه فراغ مقوم من سلسلة هنعمل فيه اتنين حشو واحد اتنين هسيب الكلاستر دي وفي الفراغ اللي بعديها في اتنين سلسلة هعمل اتنين حشو ادي واحد اتنين هسيب الكلاستر دي وفي الفراغ الاتنين سلسلة اللي بعديها هعمل اتنين حشو ادي واحد اتنين هنا عندي غرصة كلاستر اللي هي فيها تناقص اللي هي متجمعة هدخل فيها هنا وكده واعمل واحدة حشو في الفراغ اللي جانبيها اتنين سلسلة هعمل فيهم اتنين حشو ادي واحد اتنين كلاستر اللي بعديه هاسبها في الفراغ اللي بعديه هعمل اتنين حشو واحد اتنين عندي كلاستر هاسبها فيه هنا أربعة سلسلة هعمل جواهم خمسة حشب أدي واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة هسيب الكلاستر دي وفي الفراغ اللي بعديه هعمل اتنين حشب واحد اتنين هسيب الكلاستر دي وفي الفراغ اللي بعديه هعمل اتنين حشب واحد اتنين في الكلاستر دي فيها تناقص هعمل فوقيها واحدة حش في الفراغ اللي بعديه هعمل اتنين حش واحد اتنين هسيب الكلاستر دي وفي الفراغ اللي بعديه هعمل اتنين حش واحد اتنين هسيب الكلاستر دي عندي هنا في فراغ اربعة سلسلة هعمل فيهم خمسة حش واحد اتنين 3 4 5 في الفراغ اللي بعديها هعمل 2 حشو وهكذا لغاية آخر السطر بعد ما خلصت آخر فراغ هنا عندي كلاستر وفي هنا 4 سلاسل كنا بدين بينهم السطر اللي فات هدخل هسيب الكلاستر دي وبين بيها هعمل 2 حشو 1 2 وهنا هعد 3 سلسلة من تحت 1 2 3 وهدخل فيها واعمل 1 حشو وده شكل السطر رقم 4 هنا وهنا بدأ الخط بقى يفتح معي فوق ممكن اكمل معاكو فوق لو افتح شوية علشان نكملها رقم 5 هعمل 3 سلسلة 1 2 3 وهاخد لفة وهلف الشو هنا فوق اول عمود هعمل عمود يبقى انا كده عملت عمودين فوق اول عمود هعمل خمس اعمدة فوق خمس غرز اللي جايين ادي واحد اتنين اتنين تلاتة اربعة خمس هاخد لفة تلاتة 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 اربعة خمسة فوق العمود الغرزة رقم 6 هدخل واعمل عمود سلسلة عمود كده هم نعمل زي انا سطر سطر رقم واحد هعمل خمس اعمدة فوق الخمس غرزة اللي جايين ادي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة في الغرزة رقم 6 هدخل واخد لفة لفة واطلع من حلقتين واسبت تلتة على الابرة هاخد لفة واسيب غرزة الغرزة اللي بعديها هعمل عمودة في القفلة واحدة معي تلت حلقات الابرة هاخد لفة واطلع من تلت حلقات سوا عمودة تتناقص هعمل خمس اعمدة فوق الخمس اعمدة الغرزة اللي جايين واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة فوق الغرزة رقم 6 هعمل عمود سلسلة عمود فوق نفس الغرزة خمس اعمدة فوق الخمس غرز اللي جايين وهكذا لغاية آخر السطر واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة خرزة ادي اتنين عمود وادي شكل سطر رقم خمسة بابرة اربعة وده شكل سطر رقم خمسة بابرة خمسة بصوا ابرة درجة واحدة عملت فرق ادي ايه؟ تمام؟ تمام؟ تفضل نكرر اهو كل اللي انت بيقرريه السطر هم دول واحد اتنين تلاتة اربعة لهو لغاية الحشر الاربع سطور دول هم اللي بيقرروا معاكي طول الكوفية وكوفية شكلها جميل جدا ما شاء الله التدريج مدي شكل حلو قوي وادي برضو شكل البقرة عشان تبقي فاكرية تمام؟ الكوفية دي كلها خدت شالة واحدة بس احنا عاملين كزا كوفية بانفجرة الشالة الواحدة هقولك الوقت طولها وارضها آه بطي برده لما انتو عايز نعمليها عريضة اهي بطي دي اللي احنا عملناها في الاول كنت عملناها في الاول معاكم. دي اللي عملناها عريضة. ودي من نفس الخطوات بس فرق نصف درجة في الابرة فرقت في المقاز ده بس بنفس العدد. احنا مزودين هنا تضاعف تاني على دول. يعني انا مضعفة مرتين. هنا مضعفة ثلاث مرات. يا رب يكون سهل عليكم. وانتسوش شوفوا باقي الكفيات اللي هي بشلة واحدة دي برضو عاملنها بشلة. واحدة كفية. وفي دي عملنا بشلة واحدة. في كفيات كتير في القناة. آآ ما بين شلة وشلة وربع او شلة ونصف. آآ سهلة وسريعة. يارب ان شاء الله آآ كون فتكم. وكون سهل عليكم. لايك يشاري في فيديو بحبكم جدا. وشوفكم على اخير في فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة.